مفاجأة انتخابية في المحافظات المنكوبة لصالح قوى الإطار التنسيقي بات أمرا ممكنا خصوصا في محافظة صلاح الدين ونينوا والأنبار التي توجد فيها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات مسلحة موالية لإيران وبحسب مركز الإمارات للدراسات فإن السياسيين الذين يدعون تمثيل السنة لا يمكن أن يحصل على منصب مهم قبل نيل رضا قوى الإطار التقليدية والتي تهدف إلى الحد من استقلالية السياسات في مناطق غربي العراق عن المركز المهيمن عليه من قبل قوى العملية السياسية الأمر الذي سيزيد من سهولة مواجهة كردستان العراق ويؤكد المركز أن بعض القوى في المناطق السنية تبدو أكثر استعدادا لتمرير نفوذ القوى الموالية لإيران بسبب طبيعة الصراعات فيما بينها ورغبة كل طرف في إضعاف خصمه ضمن ذات الصراع المعروف والذي يحتدم مناطقيا ويتسع أحيانا إلى محافظات أخرى في مواسم الانتخابات ولأن صراع العملية السياسية له امتداداته الإقليمية فقد أدى ذلك إلى تأجيل بعض الصراعات إلا أن هذا الصدام سيكون حتميا في المستقبل بسبب استراتيجية قوى الإطار القائمة على منع تشكل قوة سنية قوية دون إغفال طموحات بعض القوى في المناطق الغربية التي أدت لاستعداء العديد من المنافسين رصد التحالفات التي ستخذ انتخابات مجالس المحافظات المقبلة يشير إلى وجود اتساع واضح لرقعة نفوذ القوى الموالية لإيران في المناطق التي كانت تعد مغلقة سواء أكان هذا النفوذ عن طريق الحلفاء من سياسي تلك المناطق أو من خلال دخول أحزاب الإطار إليها ويبدو أن الإطار التنسيقي يمضي في مسار بناء معادلة في المحافظات الغربية والشمالية تتمثل بتوزيع النفوذ على الحلفاء والأصدقاء هناك لضمان وجود سيطرة بالنيابة على المناطق المنكوبة دمارا وتشريدا حتى وإن كانت نسبية الطابع بهدف إعادة تشكيل المشهد السياسي السني لصالحه في ظل الأغلبية التي يتمتع بها وهيمنته على مقاليد السلطة الأساسية